يمكن تطبيق تشات جي بي تي عامل ألبان كبير جداً يعني يحقق مبيعات وصين انز في العالم كله أرقام ضخمة جداً في أيام قليلة جداً في البداية بس عايزين نعرف ايه هو تشات جي بي تي هو ببساطة هو نموذج لغوي مبني بالذكاء الاصطناعي والهدف منه ان هو يرد على اي سؤال معقد في خلال 5 ثواني او 10 ثواني طب يعني ايه حيقولت ان هو لغوي بمعنى ايه بمعنى ان هو الموضل المعمول الزكاء الاصطناعي اللي هو بيبقى اكينه بيبقى فيه محاكاة للعقل البشري فاكينه واحد معاك اكينك معاين حد السكرتير عبقري بيفكر معاك وعنده ضخم المعلومات ألفات المعلومات وبعد كده بيطلع لك المعلومة في خمس ثواني طيب ايه الفرق بينه بين جوجل عشان برضو الناس جوجل برضو بيشتغل بالزكاء الاصطناعي بس جوجل بيجيب معلومات موجودة متاحة على الواب بالخارجمات بتاعته بيجيبها في خلال برضو ثانية او ثانيتين ويقدر يطلع لك معلومة جهزة انما تشاجي بيتيه هو بينتج معلومة وده اللي رايحين بقى للجديد بينتج معلومة بالزبط جدا بينتج معلومة بمعنى ان هو مش بيعتمد على مصادر موجودة بالفعل بان هو يظهر زي ما هي ولكن هو بينتج شيء جديد بالزبط بينتج شيء جديد انت هو عنده طبعا يعني بقاله سنين طبعا بيتضخ فيه معلومات فبدأ يكون عقل ليه خاص وبدأ يطلع بيخش في انتاج المعلومة احنا افراحين لمرحلة جديدة الحقيقة وفيها تخوف برضو يعني فيه ناس بتبدأ تقول تم هي ممكن تلغي شغلانات هي الحقيقة مش هتلغي شغلانات طب قبل ما نتكلم عن الشغلانات اللي هو ممكن يلغيها وممكن يأثر عليها بالسلب انا عايز اعرف هو يقدر يعمل ايه يعني انا اقدر اعتمد انا كاند يوزر خلينا كلم كيوزر عادي جدا واحد مش تكنيكل وحد عادي جدا هو ممكن من اول لما تقوله مثلا اديني عشر طبخات مثلا للملوخية لحد ما تقوله مثلا اديني ارتكيل مثلا او مقالة عن مثلا احسن عشر اماكن سياحية لمصر وانت كمان بتحدد له ممكن تقوله مثلا اكتب لي المقالة ده بتون مثلا يخاطب حد عنده عشر سنين مثلا يعني هو نقدر نحدد تارجد اوديونس طوعنا او الفئة المستهدفة بتاعتنا هي قد ايه او بتفكر زي طيب بص هي اولا هيدهولك على حسب المعطيات بتاعته يعني دايما الناس تقول طيب ما كده هيتسهل الدنيا هو مش هيتسهل الدنيا لان كل واحد برضو حيبقى عنده معطيات مختلفة فانت كل ما تدي له عمق في المعلومة وكل ما تدي له معلومة تفاصيل اكتر تفاصيل اكتر كل ما هتدي لك ناتج مختلف وده بقى المختلف ما بين حد هيتستخدمه استخدام فيه استسهل وحد فعلا هيتستخدمه كواحد مساعد وحيطلع منه احسن نتيجة طيب انا فيه موضوع يهم ناس كتير انا لما كنت بعمل الريسرش بتاعي على التشات جي بي تي لقيت ناس كتير بتتكلم على قصة ان انت ازاي تكسب من الانترنت باستخدام جي بي تي ازاي تحقق دخل كبير جدا باستخدام جي بي تي وحاجات كده وان هو بيقدر ينفذ بعض المهام منها اعمال الترجمة والتقيق اللغوي وغيرها في البداية هل بيكون فيه فرق مثلا فحاجات بيعملها من بينها مثلا الترجمة احنا عارفين ان جوجل عندهم جوجل ترانزليت بيقدروا بيعملوها وطبعا هو معروف في العالم كله وبيستخدم استخدامة كتير جدا